مشرعون أمريكيون من الوزن الثقيل يلقون بالمزيد من التعقيدات أمام مجرى الحرب الدائرة في اليمن وأمام مساعي الرياضي المستمرة لتحسين العلاقات مع واشنطن التي تنتظر زيارة جديدة في الثامن عشر من هذا الشهر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فقد أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هم الجمهوري مايكلي والديمقراطي كريس ميرفي بالإضافة إلى بيرني ساندرز وهو مستقل ومرشح سابق للرئاسة الأمريكية عزمهم على المضي قدما في إجراء تصويتا بالمجلس على انسحاب بلادهم من الحرب في اليمن أفاد المشرعون الأمريكيون الثلاثة بأنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب الصادر عام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس إجراء وصف بأنه الأحدث في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية في وقت عبر فيه السيناتور ساندرز عن اعتقاده بأن ما أسمه الصراع في اليمن غير دستوريا وغير مصرح بخوضه نظرا لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوات العسكرية لكن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت أوضحت أن مهمة بلادها في اليمن تتمثل في مواجهة ما أسمته الإرهاب بالإضافة إلى دعم السعودية التي تتعرض لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران التأثيرات المباشرة لمسعى كهذا إذا ما تحقق له النجاح ستتمثل في توقف الدعم الجوهري الذي تقدمه واشنطن للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن والذي يشمل الأسلحة الذكية والمعلومات الاستخبارية وعمليات تزويد بالوقود في الجو لكن الوجه الأسوأ للحرب الأمريكية في اليمن والذي قد يتأثر بمسعى المشرعين الثلاثة يتمثل في القتل خارج القانون بحجة مكافحة الإرهاب والذي حول حياة اليمنين إلى جحيم خصوصا بعد أن تزايد عدد ضربات الجوية بواسطة الطائرات المأهولة وطائرة الدرونز الأمريكية بدون طيار من ثلاثين لتصل إلى ماء وثلاثين ضربة جوية منذ تولي ترامب السلطة ومما يزيد مهمة القتل الأمريكية في اليمن سوءا التنسيق القائم بين القوات الأمريكية والإماراتية حيث يسهم هذا التخادم بنظر المراقبين في دعم الأجندة الإماراتية الخطيرة لتفكيك اليمن وإنهاكه عوضا عن مساعدته ودعم شرعيته في وجه الإنقلاب كما يدعي التحالف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر